عمر بن الخطاب هو أحد أعظم الصحابة وأكثرهم تأثيرا في تاريخ الإسلام ولد في مكة المكرمة حوالى عام 584 ميلاديا وتوفي في المدينة المنورة عام 644 ميلاديا كان عمر رجلا ذكيا وشجاعا وكان قبل إسلامه يعتبر من الأعداء اللدودين للإسلام انتهى به المطاف بالإسلام عام 616 ميلاديا بفضل دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنذ ذلك الحين كان عمر بن الخطاب من أكثر الصحابة اجتهادا وتفانيا في الدين عين خليفة للمسلمين الثاني بعد وفاة أبي بكر الصديقي في عام 634 ميلاديا في عهد خلافته ازدهرت الدولة الإسلامية وتوسعت حدودها بشكل هائل حيث امتدت إلى بلاد فارس والشام ومصر والعراق واليمن كان عمر بن الخطاب يعرف بعدله وقوته في فرض العدل بين الناس واحترام حقوق الجميع ثم اغتياله عام 644 ميلاديا أثناء أداء صلاة الفجر في المسجد النبوي على يد أحد المتطرفين ترك وراءه إرثا عظيما في تاريخ الإسلام وأثرا يتجاوز الزمن حيث أطلق عليه لقب عمر الفاروق وهو لقب يعنى الفاصل بين الحق والباطل ويعكس أهمية دوله في توجيه الأمة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر